تحية صباحية مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة احوال التقص التي نقدمها لكم من قناتكم قناة الوطنية الجزائرية مشاهدين الكرام نستهيل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة اختنها لكم من اشهر المناظر السياحية بافلو من شلال تويالة اكيد منظر سياحي بامتياز بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم ان شاء الله الثلاثة بعد ظهيرة يوم الثلاثة بحول الله دائما حسب اخر النماذج اذا دائما اجواء مشمسة اجواء صيفية رح تشمل معظم الولايات الساحلية الولايات الداخلية ولايات الهضاب العليا وحتى على الولايات الصحراوية انتشار الصحب كثيفة على الولايات الغربية من الناحية الشمالية وحتى على شمال الصحراء كذلك رح تكون ان شاء الله صحب على اقصى الجنوب لكن تبقى دون فعالية زوابع رملية كذلك رح تكون نشطة بوسط الصحراء عن صالح اين تصل سرعة الرياح الى 50 كم في الساعة فالحيطة والحذن لمستعملي الطرقات لان هذه الزوابع الرملية اكيد تؤدي الى تطاير الرمال وضعف الرؤية الافقية عن درجات الحرارة المرتقبة بعد الظهيرة ان شاء الله بعد ظهيرة يوم الثلاثة بحول الله اذا تبقى دائما درجات حرارة فصلية على الولايات الساحلية بينما تبقى مرتفع على الولايات الداخلية وحتى على الولايات الصحراوية اين تصل درجة الحرارة القصوى 48 درجة مئوية على بعض الولايات الجنوبية اذا هنا نسجل مقياس 31 درجة على الجزاء العاصمة بومردستي بازا وحتى على ولاية البليدة 29 درجة مئوية نسجلها على ولاية وهران مستغانم معسكر نفس المقياس كذلك على ولاية عنابس كيكدا الطرف وحتى على ولاية جيجل 39 درجة مئوية سجلها على ولاية شلف عن دفلة سمسيل تيارت 34 درجة مئوية سجلها على ولاية الجلفة البيض والنعامة 42 درجة على ولاية بشار بن عباس 47 درجة مئوية سجلها على ولاية ورقلة الوادي وحتى على توغورت ترتفع بمقياس درجة واحدة على إليزي 39 درجة بأقصى الجنوب على عنقزام وفي الأخير 48 درجة تحت الظل كعلى مقياس نسجلها بوسط الصحراء عن صالح وحتى على ولايتي أدرار وتندوف بالنسبة للملاحة والصيد البحر النهار اليوم إن شاء الله أثلثة بعد ظهيرة يوم أثلثة بحول الله إذن حالة البحر سيكون من مضطرب إلى قليل الافتراب مضطرب خاصة على السواحل الشرقية أين تتعدى سرعة الرياح 30 كم في الساعة مع تجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة وضوحها إذن عن غروب الشمس سيكون في حدود الساعة السابعة مساء 32 دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حص المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة شيقة وفي أمان الله